وضف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القيادة المصرية وضعت رؤية مصر 2030 من أجل التنمية وبناء الإنسان ووضح مدبولي أن الحكومة أطلقت برنامجاً من أجل التنمية البشرية والاقتصادية مشيراً إلا أن الدولة تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن عندما نتحدث عن التنمية وبناء الإنسان في السياق المصري نجد أن هناك رؤية استراتيجية واضحة ومبنية على أسس علمية متينة وضعتها القيادة المصرية تحت مسمى رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى إحداث تحول شامل في كافة مجالات الحياة من خلال تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي عام 2024 قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج عمل الحكومة والذي يهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في جميع المجالات سواء من ناحية التنمية البشرية أو التنمية الاقتصادية على الجانب الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر